كده انتهت ابدا والله لان اعطاء ربنا كبير جدا ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون انا الاخ اللي كان الوقت يقولك فمن عفى واصلح فاجروه على الله يعني مثلا حدست مشكلة في انسان قتل المشكلة دية هل بقى لا تحل الا بان لازم اجيب واحد من العيلة انني اقتله قبل دي وبقى كده احنا اختلصنا طيب احنا برضو تمال عملية تسلسلية لا نهاية يتبقى سلسلة لا نهاية لها عمرها ما حتتحدد يعني انا جابت الفرض ده هو الفرض اللي انا قتلته انا ده هو له كم ابن له كم عام له جنس كبير طيب ما هو هيجي يجيب من عندي ما هو اللي عندي برضو نفس الموضوع هيجيب من كذا كذا يبقى احنا مش هنوصل لحل طيب اقولك بصراحة ده خلينا كده واضحين لان عشان لما نيجي نشخص الحالة استاذنا نشخصها صح ما يبقاش المرض هنا واوصل في علاجه علاج الموضوع ده هو لحد رأيي انا ووجهة نظري وارجو يعني يعني يكون دال كده ان ده هو قتل ده هو قتل اه وعرض على القضاء وكده يقتل لان ربنا اللي قال كده حماية للهمجية الموجودة دي في المجتمع ده يقتل ده يقتل ده يقتل والله ربنا قالها وحلها شوف احنا عادين بالحلقة ونحلها ازاي ربنا حلها قال ايه ولكم في القصاص حياة حياة يقول الالبان يقول الافكار ويقول العقول لكن فاذا احنا ليه احنا بقى نعد ده نجيب لا هو ما قتل من قتل يقتل انتعارفة لو ان القاتل اتقتل اللي قاتل ده هو اتقتل المسألة تحيط قال كتا ما نحقت الفلان ما نجب ما نحقت قاتل يبقى انتهت لكن نجيب بقى ده يقتل ولي يتربص ده ولي يتربص ده تعارفة التربص ده في حقيقة الدين الاسلامي منه عنه حرام ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حمل من حمل السلاح علينا فليس منا يعني فبل انا شايل سلاح ومترصد انني اضرب ده هو واغتله تبويهون عليك يبقى فيني بإيمان ما قال ليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بقول لا يقتل القاتل حين يقتل ما فيش عنده امان خلاص اصلا لو عنده امان قلبه هايحين مزبوط هيبقى قلبه عنده حين ما يجيوهش قلب ما يجيوهش قلب فإذن بناءا عليه إيه لي يخلي القلب يبقى قاسي إيه لي يخلي القلب يبقى غليظ ايه لي يخلي قال لي أنه بعيد عن ربنا بعيد عن مانهاج ربنا ده إنسان طرد الإيمان من قلبه حل ما كانوا منه إيه الغلزة والقسوة عشان كده بنقول ربنا ولا تجعل فيه قلوبنا غلا للذين آمانوا مجتمع مسالم مجتمع ودود مال احنا امه قرآنية ازاي احنا امه محمدية بأمرت ايه بقى يعني احنا مؤمنين مؤمن بأمرت ايه بأمرت ان انا قعد اتربص لفلان ده ان نقتله انني شاي عداوة وقراهية في قلبي لفلان وامكان اعقد معاه واشرب معاه وهو قلبه لي مش نضيك فين بالحكس ده كوني انا مؤمن تعرفة دي معناها ايه كبير او لذلك سيدنا النبي لما قال الايمان ما وقرأ في القلب سكن في القلب وصدقه العمل ازاي بأني